في مدرية شاملي بولاية أوتار باراديش في الهند تعرض المواطن الهندي محمد فيروز للاعتداء ليموت وهو في طريقه إلى المستشفى قالت عائلة المتوفى إن القتل على أيدي حشد من الهندوس ونشرت أنا تغريدة عن الخبر استنادا لأقوال عائلته رفعت الشرطة قضية ضد بموجب المادتين 353 و196 تزعم أن القتل لم يكن على أيدي جماعة هندوسية بينما تصر عائلته على ذلك وتصل العقوبة إلى سبع سنوات من السجن لا تزال مسجلة ضدي ولم أتمكن من الحصول على كفالة من المحكمة حتى الآن إنهم يستخدمون القانون في إرهابنا وبما أننا أصوات فردية يؤثر ذلك سلبا على عملنا الصحفي إن الخوف الذي يتسببون فيه يجعلنا نتردد ونفكر في احتمال أن يؤدي كتابة أي موضوع إلى استهدافنا من قبل الشرطة ورفع قضايا ضدنا وهي تحديات حقيقية نواجهها تسهل البيئة الحالية من رفع قضايا ضد من يحملون أسماء إسلامية وتسمح بالترهيب في قضيتي تلقيت دعما من نادي الصحافة الهندي الذي أدان أساليب الترهيب كما رفعت جمعية الصحفيين الرقميين صوتها دفاعا عني